السلام عليكم ورحمة الله اليوم إن شاء الله سنرى The Events أو The Events في الجنة التي قرأوا جفاسكريبت سيكونوا عارفين ماذا نعمل The Events مثل الشكل The On Click The On Key Press The Events كل ما كان صعب كثيرا نخدمه بUn Composent React أو أي تكنولوجيا front-end ولا نخدمه بEvent وصل Component مثلا الذي كان عندي وصل Component نضعه وراءة وصله وصله صعب ما يكون وصله صعب كثيرا هذا نتعلمه نخدمه بالEvents كما نتعلمه سنقوم بتوصيل جديد سنسميه مثلا Events نقوم بتوصيل وصله عادي سنسمي Event.jsx وخير ما تعنيه لا يمكن أن تكون مشكلة الفيديو الذي فاصل عقلته سنضعه في هذا الشيء مجدد وفي هذا الشيء لا يوجده فهنا أخبره الفيديو سنضعه حتى الأخر لأنه نضعه باب واحد به وفراء ببطره اليوم سنضعه وفنكشن لأنه لا يوجد فرق بين وفنكشن في هذا الشيء لذلك اول حاجة غادي نخدم بواحد الفونسيون سنسميه export export class function اا ماشي export function export default function هنا الوسط return ونصر مثلا واحد البوتون ماذا نضع البوتون سميته مثلا نكليك إذا أريد أن نعيد لهذا أذهب إلى هنا ونضع event لن يتعرفون بعد ذلك نضع بحلقة أجلب لي نستطيع أن نضع هذا لا تجمع لا تجمع ونرى سنجد هنا هناك البوتون هناك click لن نضع التحرك لأننا لم نضع التحرك مثلا نفترض الذي يريد أن نضع لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا يوجد شيء هنا نسمع مثلا handle click click أغلبية لا يوجد شيء شيء مثلا ستكون لديها شخص الذي تخدمه يعني سيكون لديها شخص يعني هي شخص التي ستخدمها بحدد الحالة لدي بطنة ستفعل شيء هنا دائما تقوم بعمل handle مثلا click submit دائما تبدأ عندما ترى handle تقريبا ستتخدم الـ events هذا الشركين نضع handle click ونضع console .log click صحيح أو alert 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 boom مثلا صحيح جيد حسنا هنا إذا أريد أن نضع هذا handle click ما سنفعل قبل بعد نحاول أن نرجع arrow function ونضع نضع arrow function وهذه الـ arrow function هنا سوف نضع ما سنفعل نضع on click بحلقة كل الذي سيغلط وسنفعل on click بحلقة هذه on click javascript إذا أريد on click سنفعل هنا نضع handle click بطريقة فقط وكيف تلاحظ هنا handle click وكيف تلاحظ لا نحتاج أن نضع الأقواص كان يضع automatic يعني لا يمكن أن نضع هذه الأقواص نضع handle click نرجع هنا لنضع click أخرج بطريقة ضع شيء سهل كثيرا هنا نضع on مثلا abort on أي شيء يضع لدينا react مثلا on change نضع وتكون مثلا input نضع هذا ونرجع أنا كنت أغلق أخرج إلى يعني كثيرا نستطيع نعمل بطن on مهم أي شيء أي شيء تخيلتها أي شيء كتب ضع on عرفها فيها events إذا خدمت بهذا ما اسمه هذا الذي تكون فلاصوري كنت أتبع بهذه الطريقة يعني لهبت لهبت أو أحرك هذه العجلة التي تكون فلاصوري فلاصوري لا تظهر لا تظهر أي شيء على البطن أو لا تستطيع أي شيء مهم نضع on أي event تريد أن تخدم به ستجده ديجا هنا drag & drop أي شيء أي شيء تخيلتها ستجد ستجد on input key down key down مثلا على input أي شيء ستجد ديجا ديجا أعطيها react ديجا خاصتكم بالكامل كيس نرى هنا إذا أبقيت click ستجد أعطي أعطي هذا الشركين كان أعطي key up الفرق بيناتهم هو key up إذا أبقيت click إذا أبقيت إذا أبقيت إذا أبقيت إذا أبقيت أستطيع أن تحتاجها أو أي شيء أعطي أعطي لك المهم كان لكي تستطيع أن ترى جواسكريبت لكي تعرفوا الفرق بالضبط سأعطي أعطي click ونحاول نفعل نفس الشيء بالنسبة أعطي أعطي هنا ونحاول ونحاول الآخر نستطيع أن نضع ونضع أي شيء أعطي أعطي export class event extens component أعطي أعطي render سأضع دف return يعني التحجم لا تثبت هنا نضع ونقوم 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 هنا ونحاول const هنا export default وهذه هنا نستطيع comment ونقوم ونقوم نقوم ونقوم بتحقيق ونقوم ونقوم بإمكان هذا كل class ونقوم باقي كل شيء هذا مثلا نقوم console .log نرى ما سيكون inspect console click ونقوم ونقوم events context props ونقوم كل شيء أريد أن أعطيكم الفرق الكبير في class وفرق المشاكل في class ونجد نقوم بالفونكشون القدام ونقوم بإمكان العقل هنا أعطي أي شيء أريد إذا أردت هذه فونكشون رجعتها مثلا أو نقوم ونقوم function ونقوم هذه error فونكشون لكي أعطي إذا أردت ونقوم 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 فونكشون 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 سيكون عارفين لماذا نقوم هنا إذا نقوم هنا ونقوم 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 فونكشون يعني نقوم bind إذا أرجعت هنا ونقوم ونقوم بإمكان 40 فونكشون يخصني كل مرة نقوم بإمكان ونقوم هذا أرجع مصالح أرجع فونكشون أرجع ونقوم أرجع فونك ثم أضع هنا arrow function ونقوم لا يوجد بإمكان ما تحتاج بإمكان أو لا فونكشون سيكون لديها 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 مشكلة لديها كل شيء ختم كل شيء هذا ما يريد دائما تخدم بالفنكشون ولا تخدمون بالفنكشون العادية هذا فرق كبير صراحة بالclass وبين الفنكشن هنا وهنا 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 لديها فرموني نأخذ فنكشن وهنا نجعلها بحلقة نأخذ console.log this ونأخذ هذه نحيط لديها لكي ترى actualize unclick حتى سوف تخرج undefined لماذا نفس المشكلة التي كان لدينا هنا دائما 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 خدموا بال arrow function دائما خدموا بال arrow function ولا تضيعوا رأسكم كيف قلت لكم في الأول تستطيعون أي شيء تستطيعون تستطيعون تعمل كما تريد وكما لا يوجد مشكلة مع كورة هنا لا يجب نقوم بإمكانك refactoring وإن تستطيع أغلب كده وكذلك تعدل وكذلك أرجع كونتر نقوم بإمكانك بإمكانك سنقوم بإمكانك بإمكانك أي نقوم بإمكانك في أحد البوتون نضع على click to increment هنا كيف دائما نضع On Click وسنعطي مثلا Handle Click handle click نضع نقوم بإمكانك هنا وسنطلع فوق Lifecycle نضع Handle Click وهنا ماذا سنفعل سنعيض هذه إذا أبقى عندما نفعل الـ Component Dead Mount نفعل Direct Termo بحلقة سوف يتحدث سوف يتحدث أرجع الـLindex.js نحذر هذه و أرجع أرجع الـCounter إذا قلت هنا أقل لي Undefined لدي مشكلة هنا أرجع الـConsol.log هنا و نرى هذا نرى ماذا سيحدث إذا قلت لي Undefined لدي مشكلة لدي المشكلة هنا ماذا سوف أقل لها و أعطيها This إذا قلت هذا يجب لي ما قلت لكم قبل سوف أقل و نحاول أرجع هذه Arrow Function نقطع الـConvertNation سوف تزد لها القضية و تقول Arrow Function لـActualize أنا أكريمونتي بكل سهولة خرجنا على الـContext للدرس ما تعلمنا حوال جدد نستطيع هنا نضع صغيرة هذا شيء قليلا نضع نضع بطن آخر نضع فيه مثلا Reset يعني نعوده من الزر هذه نسميها Handle Reset نcopy هذه و نضع و نضعها في هذه الحالة لا نحتاج Previous State نستطيع أن نضع State بحالة و نأتي هنا نحيط هذه نحيط هذه وهنا نعطيه Zero هي ردجة Zero هنا عندي شيء مشكل Handle Click Handle Reset Increment 0 Increment 0 صحيح؟ هذا الشيء اللي كان هادلوكو نطلقاوه بحشين سيانس فيدن الله